اشتركوا في القناة قال أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه يوما كل مال لا يزكى ملعون كل جسد لا يزكى ولو في كل أربعين يوما مرة فقيل يا رسول الله أما زكاة المال فقد عرفناها أما زكاة الأجساد قال لهم أن تصاب بآفة قال فتغيرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك منه فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم هل تدرون ما عنيت بقولي قالوا لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله بلى إن الرجل يخدش الخدش وينكب النكبة ويعثر العثرة ويمرض المرضى ويشاك الشوكة وما أشبه هذا حتى ذكر في آخر الحديث اختلاج العين أي رفة العين وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه قال إن الله سبحانه فرد في أموال الأغنية أي أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما منع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك فزكاة الفطر والفطرة هي زكاة الأبداء وهي التي يدفع الله بها عن الأجسام والأبداء فهي صدقة عنا جميعا لدفع الأعراض والأمراض التي يمكن أن تصاب بها أجسامنا وهي من أعظم الصدقة ولا نشعر بأهميتها لولا أن بيّنها لنا أمتنا الكرام عليهم السلام وأمرون بإخراجها عن كل فرد عندنا حتى الضيف النازل والنائم عندنا ليلة العيد وهي التي حددها أمير المؤمنين صلام الله عليه بكلامه في خطبة العيد كما يروعنا أنه قال وأدوا فترتكم فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم فليؤدها كل مرئ منكم عن عياله ثكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم حرهم ومملوكهم عن كل إنسان منهم صاعا من طمر أو صاعا من بر كمح أو صاعا من شعير وهي عبارة عن ثلاث كيلو من الطعام أقله الطحين المتعارف الطعام المتعارف نوع من أنواعه فلسفتها اجتماعيا زكاة الفطر التي نؤديها قبل صلاة عيد الفطر أو نعزلها ثم تذهب لنؤدي الصلاة فما معنى ذلك وإلى أي شيء تلفتنا هذه النكتة وعلى أي أمر يريد أن يدلنا هذا التشريم ألا يدلنا على أن عبادتنا العظيمة هذه وهي عبارة عن صوم شهر رمضان الذي وصفه الباري في الحديث القدسي بقوله الصوم لي وأنا أجذبه ليقول لنا ولكن هذا الأجر والثواب موقوفا حتى تواسي أخاك الفقر وتسعده في العيد وتسعد عياله وأبناءه كما تسعد أهلك وأولادك فإننا عندما نخرجها فإننا نحصن أبداننا من أي وباء ممكن أن يقلقنا ويربك حياتنا جميعا فهي صدقة نتصدق بها على أنفسنا وأبداننا وأجسادنا فالصدقة تدفع البلاء والقضاء وقد أبرم إبراما كما في الرواية الشريفة فلنتصدق عن جميع من عندنا ونخاف عليهم بهذه النية الخالص المخلص لله سبحانه وتعالى ثانيا هي للتواسي بين الأخوة والتفاعل الاجتماعي وهي للتحسس الفقراء في الأماكن الذي يعيشون فيها لأننا نعيش في هذا الوضع وضع خانق ولدينا الكثير من العوامل الفقيرة والعوائل الفقيرة والتي وقفت حياتها وتعطلت تماما بسبب الأزمات المتراكمة منها الأزمة الاقتصادية الخانقة وزيد عليها العدوان الصهيوني على لبنان مما جعل الأزمة الاقتصادية والمعشية تتفاقم سوادا بعد سواد والكثير من هؤلاء الكرام العائلات المتعففة يعانون في تأمين الغذاء لعياله والدواء لأطفاله وهو العيد يطرك أبوابنا ومتطلباته كثيرة لنشر البهجة والفرح والسرور على جميع الأبناء وفي كل الأسر وليس في بيوتنا وأبنائنا فقط وهذه الفطرة الواجبة علينا جميعا على كل مستطيع وتضيف عليها أو نستطيع أن نضيف عليها قليلا بنية الصدق المستحبة ونوصلها في وقتها أو قبل وقتها بنية الدين لمستحقها وفي ذلك إدخال الفرح على كلوب الكثيرين كلوب المؤمنين كلوب الصائمين صغارا وكبارا رجالا ونساء قال إمامنا الصادق صلى الله عليه في هذا المجال ليس من الأعمال عند الله عز وجل بعد الإيمان أفضل من إدخال السرور على قلب المؤمنين وفي رواية طويلة عن الإمام السجاد صلى الله عليه علي بن الحسين يقول فيها من قضى لأخيه المؤمن حاجة فبحاجة الله بدأ وقضى الله له بها مئة حاجة في إحداهن الجنة ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت أو عظم ومن أعانه على ظالم له أعانه الله على إجازة السراط عند ضحض الأقدام أو عندما تزل الأقدام ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فيسر بقضائها كان إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن سقاه من ضمأ أو من عطش سقاه الله من الرحيك المختوب ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ومن كساه من عري كساه الله من استبرك وحري ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك أدخلوا السرور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال إدخالكم السرور على قلوب المؤمنين لأن الفقراء أيتام آل محمد وأمير المؤمنين صلى الله عليه يقول يا مؤمني جعلنا الله وإياكم من خدام الحق في الخلق ومما يدخلون السرور على قلب إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجل الشريف الذي ينظر إلى أتباعه إلى شيعته ومواليه بعين الرحمة واللطف فيسره ما يسرهم يسره ما يسرهم إن الله سبحانه وتعالى تقبل صيامك وقيامك وزكاتك وجعل الله ورد عن الإمام الصادق صلى الله عليه أن لكل زكاة زكاة العلم الذي يعلمه إلى أهله أي بذله لمستحكه وعن أمير المؤمنين صلى الله عليه على كل جزء من أجزائك زكاة واجبة لله عز وجل بل على كل شعرة بل على كل لحظة فزكاة العين بالعبرة والغض عن الشهوات وما يضاهيها وزكاة الأذن العلم الاستماع للعلم والحكمة والقرآن تدفع عن كل فرد حتى الخادم والمولود ولو عمره ساعة تجب عليه زكاة الفطرة ولكنها لا تجب على الجنين الفطرة الفطرة هي صدقة صدقة الهاشمي أي السيد لا تصح إلا على الهاشمي وتصح لغيره ولا تصح من العامي إلى الهاشمي لا تنقل من مكانها بالمكان المحل الذي نحن فيه إلا إذا تعذر وجود فقراء من وضعها في الصنديق عليه أن يلتفل أن هذه الفطرة هي ليست فقط دفع مال هي يجب علينا أن نتحسس الفقراء في كل شهر رمضان ننظر إلى الأقارب ننظر إلى الجيران ننظر إلى من هو من حولنا وهو بحاجة إلى هذه الفطرة لا يجب أن نقول للفقير أن هذه فطرة نحن نعطيه إياها وهو يفعل بها ما يشاء عندما يتملأ لا يصح أن نبدلها حتى لو دفعت من الخارج من بلد لا يصح أن تكون حوالة أن واحد حول حوالة ويبعثها فطرة بل يتصل بمن يعرفه أو يثق به في لبنان أو بالبلد الذي يريد أن يدفعها يقول له ادفع عني الفطرة بنية الدين وأنا برجع بعطيك هذا المال ما بصح لأنه الحوال هذه الفطرة هي من باب التواصلات الاجتماعية هذه الفطرة من خلال أن نتحسس كل شهر رمضان الإنسان ينظر مين كان عنده طعام مين ما عنده طعام مين فقير مين مش فقير على مدار السنة لأن الفقير الذي لا يملك قوت سنة يعني ليس بيملك طعام ستة شهر سبعة شهر ما بيملك كل السنة أما المسكين هو الذي لا يملك قوت يوم يعني إذا يتغدى ما معه يتعشى فلازم نحن ننظر إلى الفقراء وخاصة أن بعض الفقراء يتعففون ما بيقولوا نحن فقراء وما بيقولوا نحن بحاجة نحن علينا أن ننظر مش من خلال يوم أو يومين أو ثلاثة طالما هنه جيران طالما هنه أقارب طالما هنه زوات أرحام نحن علينا أن ننظر بهذه النظرة البريئة الإسلامية الحقيقية التي نتحسس فيها الفقراء والمسكين وهذا التفاعل هو شيء جيد في الإسلام وهو من الحفاظ على الأسرة المجتمعية التي أصلها الأسرة الخاصة التي نحن ننتمي إليها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعندما نقول كل عام وأنتم بخير يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد تقبل الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم في هذا الشهر الكريم وبركة الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة